يسرى زوجة الكابتن ميدو مسائل خير يا يسرى أهلا وسهلا مسائل نور مسائل فن مسائل وتطعيبين وحضرتك طيبة سمعت الكلام الرائع بقى اللي كان بيقولوا عليك دلوقتي أه سمعته أولا هتفاجئته وما قال ليس النهار ده أنا وطاليا معاك واتفاجئت واتبسطت جدا احنا المبسوطين جدا بوجوده على فكرة ومبسوطين كمان بتليفونك قوي تقول له ايه بعد الكلام الحلو ده لا أقول له كل سنة متطعيب وان شاء الله دايما يعني في اي حتة انت موجود فيها ناجح فيها ودايما فخورين بيك كل سنة وانت يبقى يسرى ونرجع البيت بعد الحلقة نقضي ان شاء الله ننير مع بعض وبس انت قلت بقى معلش نفكر بقى تاني انت قلت بقى أحسن اختيار وقلت انه الداعم الأساسي ليك في مسيرتك كلها وقلت انه برغم انه كان سنك صغير فانت يعني دا كان سبب من أسباب نجاحك وان انت ما كنتش بتحب أبدا تبقى موجود في اي بلد غير بوجود يسرى والولاد معاك طب يسرى في العقبات والقصص اللي هو بيحكي فيها دي وانه ساعات بقى فيه سترس الكورة والإصابات ويعني المدربين وحياة لعيب الكورة صعبة كنت بتعملي ايه في المواقف دي وازاي بتركزي انك توقفي جنبه مع ان انت نفسك كمان أكيد المواقف دي صعبة عليك بصي كالصعبة طبعا بس حلوة يعني انا كنت بحب بوقت الكورة جدا بكتر كله كلها حلوة بصعوبتها بالضغط بتاعها بكل حاجة يعني الحمد لله وستدريب انا بسط جدا هي بتحب الان بتبوش مي او بتزقيني في ان انا ابقى مدرب انك تدرب رغم ان هي شغلها صعبة والتعامل معها صعب لكن هي دايما حباني ان انا اكون قريب قريب من الملعب يمكن عشان حاسة انك بتحب ده هي عارفة ان انا بحب ده يا عشان بيحب ده وعلى سام بصراحة عنده فكر يعني دايما بقوله حرام يعني لازم دايما يباني ولا يعني اتبسطت جدا جدا كنت دايما بقوله يالله هترجع امتا الحمد لله طب بياخد رأيك بتقولي له رأيك بيسمع ولا بيدواخك بقى ويمشي على دماغه لا وبيعمل نفس الساعته كان هو بالثماني وعايزي وتبقى كده يعني بصراحة احنا كلنا مسينا بدماغه يعني ودي المشكلة يعني ان كلنا بنرجع له في الاخر فهاجات لانه دايما دايما بدي بعمله البعض النصر والرأي الصح كبير العيلة طبعا كبيرنا كلنا لا 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 ربنا يحفظكم البعض والله ويعني وديم المحبة كده بينكو السفر الكتير والتناقلات لا ما شاء الله دايما نقول معروفة دايما لا لا انا ما بقى امين تبتدى خالص انا بقى امين ربنا بيحفينينا ولو فكرنا كده يحفلنا كده لكن في الموضوع من دماغك هتلاقي ان الدنيا دي ايه يعني فيش حاجة خالص يعني اصعب موقف طيب مارتي بي مع الكابتن ميدو كان ايه؟ لا اصلا حياتي كلها دراما مش دراما فيه يعني حياتي فيها عاجات كتيرة جدا وخناقات وقصص طب قولي لنا كده اصعب حاجة او موقف انت فكرا يعني شايبك كده زي ما بيقولوا لا لا انا مره رحت الستاد ورحت المصر وقعد بين الجمهور وكل مستانياه وبتاك كلمني انت فان قتل انا في المصر انت لفين انا في البيت رجع البيت رجع البيت رجع المصر ورجع لا لا كتير ايه اللي حصل معلش ساب المطش ومشي اه اه مشيت قبل المطش رجع رجع انا عدا في الستاج انا وعلي صغير واعدف بالفرغة مصر الدمائية وبتاك لاتوا انت فين قتلوا ايه دا تتكلمني ازاي قال لي انا في البيت رجع رجع يا خبرة بي قتلت خنات ما مدرب خناها صغيرة ومشيت وخلاص ومشيت وروعها صورتت في الفرح دي اه بصي الواحد الله كنت صغير ده من كم سنة بقى؟ ده هذا عشرين سنة انت قلت لي اه كنت لعب فين وقتها؟ كنت لعب في ايكس اه ايكس وكان يعني كان خطفتني اول مرة اول مرة اول مرة اما رحنا قطر يميت وفاكر بعد شهرين وبعد ما زبطنا المدارس وزبطنا البيت وفضنا الشرط انت تقلوا اولاد دخلوا مدرسة اسبوع انا كنا عايشين في انجلترا والولاد طبعا كانوا في مدرسة في انجلترا فجاء لي موضوع التحليل في قطر في بيئة والحقيقة يعني واحدة من الشغلانات اللي أنا بفتخر بها جدا لأن الحمد لله قد نغير فكر بعض المحللين نحن ازاي نحن نتكلم عن الكرة بشكل بشكل مختلف وبعد جاء بعد ما رأيت بشهرين ثلاثة ونقلوا الولاد ودخلوا مدارس هناك وكل الدنيا تمام وحياتكو على كده جالي تدريب الزمالك يالله ننزل مصر طبعا الخط ده بقى اللي انتي او البانيك اللي كنت في موقف صعب لا انا فكرت صراحة دقيقة قلوا ايه الزمالك قال لي او يالله 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 طبعا خطوة مهمة جدا زمالكوية انا مش عايزة اقول لكم من الصبح ان انا زمالكوية عشان ايه عشان الاهلوية ما يزعلوش بس انا بحب الزمالك وانتي بس انت والا ايه يعني شكلك زمالكوية بجد انا ادعي انا كروية عميقة لكن بحب نادي الزمالك صراحة يعاني او الزمالك ده عظيم جدا لان نادي رغم كل الصعاب اللي مر بيها فدل يجبر ويجبر 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 ودايما على فكرة ان الناس بتظلم ولاد نادي الزمالك في ناس يقولك ايه ده ولاد الزمالك هم مشكلة الزمالك والله يا ولاد الزمالك هم اكتر ناس مكفحين وبيكفحوا ورا شفت ولمست لدي ونفسوهم النادي وقفى على رجلهم بأحسن انا شفت اصلا 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 دربت نادي الزمالك يعني كان في وقت صعب وقت اللي هو بتاع 2014 و2013 كان وقت صعب والله كنت مشوف ناس ولاد نادي الزمالك بقالهم سبع وثمان شهور مقبضوش جنيه ومستمرين ويروحوا كل يوم الشغل ويشتغلوا بحب ويموتوا نفسوهم كل يوم في الشغل ويأخذوش جنيه يعني بقالهم والله يا العظيم شفتها وموظفين بسطاء يعني لو ما يحبوش النادي ما يعملوش كده بالزبط ايه اللي يضطرهم فلولا انا بقول العكس العكس الناس بتقوله لولا اولاد نادي الزمالك لما بقى نادي الزمالك عظيمة طبعا الجمهور قبل ولاد النادي الجمهور ده حاجة أساسية كلها منظومة مع بعض طبعا ولكن ولاد نادي الزمالك فعلا مظلومين لكن احنا عايزة اقول ان علاقتنا ببعض كويسة جدا ودايما بنتكلم مع بعض قدماء اللاعبة قدماء احنا لينا كبير جوا النادي كابتن كابتن أبورجيلا كابتن محمود أبورجيلا وعلى طول يعني بنتكلم معها ولينا اجيال تعلمنا منها حب الزمالك منهم كابتن الكبار كلهم كابتن عشرف قسم وكابتن طريق إحيا وكابتن اسم محمود يوسف والكابتن الكبار كلهم كلهم على تواصل معنا واحنا على تواصل دايما معاهم ويعني تاني الجمهور الزمالك ونادي الزمالك ده حاجة حاجة عظيمة عظيمة جدا وبصراحة من أحلى الحاجات في مصر الحب اللي انت بتتكلم بيه عن نادي الزمالك ده ومعليش خليكي معنا يا يوسرا الحب اللي انت بتتكلم بيه عن نادي الزمالك ده وتقدرت تفصل ازاي وانت مدرب الاسماعيلي ولقاء الاسماعيلي مع الزمالك المطش بينهم وبين بعض يعني هل كنت متقطع حتتين ولا تفصلت ازاي بقى؟ لا خلص يعني بصي انا محترف جدا في شغلي انا صاحبك وصديقك وبشجعك في اي وقت الا خلال التسعين دقيقة وما قبل تسعين دقيقة وما بعدها بحاول ان انا بقى محترف التزامك تجاه الاسماعيلي التزامي تجاه جمهور يعني الجمهور الاسماعيلي جمهور كبير جدا اننا نهاردة عندي التزام ان انا لازم ان انا كافح حتى لو بلعب قدام بيتي وعلى فكرة هذا اللي انا تعلمنا في نات الزمانك وده اللي ربنا عليه في نات الزمانك ان انت لازم تخلص لمكان عملك قدام اي حد نمرة اثنين اللعيبة بتاعتي انا دايما انا بحس ان اللعيبة دول ولادي واخواتي الصغارين ففيه ما ينفعش يبقى هم بي قتلوا في الملعب وانت انتباهك حتى خمسة في المية في قلبي قلبك مش مخلص ليهم مش مخلص ليهم بحس ان ربنا عقبني ولو ما عقبنيش في المتش ده عقبني بعد كده حاجة تانية يعني انا خلي بالك انا مؤمن جدا بالكارمة وباعقاب ربنا تردلك على طول على طول يعني ده ايمان كبير مني ان انا ازف ان انا بحاول ان انا اخلص في كل حاجة بعملها وانا بقول على فكرة التوفيق بتاع ربنا ما بيجيش من الصلاة والعبادة بس الصلاة والعبادة مهم جزء مهم وجزء اساسي جزء مهم جدا هو الاخلاص في كل حاجة بتعمليها انا بحاول ان انا مثلا تحضيري للمتش يبقى كل حاجة معمولة صح على قد ما اقدر علشان ربنا يكرمني وربنا وفقنا كمجموعة وده دايما الرسالة اللي انا بحاول اوصلها اللعبتي رائع يسرى تتمنى له بقى ايه النهاردة كابتن ميدو وهو يعني المهمة اللي هو فيها وتدريب نادي الاسماعيلي وانت بتشجعي على التدريب وعرف ان ده الباشن بتاعه او ده الشغف بتاعه اتمنى له ايه بقى في الفين تلاتة وعشرين اتمنى له طبعا النجاح وربنا يوفقه في المهمة الصعبة اللي هو فيها ويزيله على قد مجهوده وشغله وتعبه وان شاء الله يحق نجاحه ان شاء الله انت وقفة في ظهر وكده بإذن الله يا رب ان شاء الله كل سنانتوا طيبين وانتوا طيبة يا رب وشكرك شكرا جزيلا طبعا نورتنا في تسعين دقيقة اشتركوا في القناة